اهلا بكم صار اخر هم اللبنانيين تتبع اخبار جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية لادراكهم سلفا بان الجلسات تعقد على طريقة زرون كل خميس مرة لدورة واحدة صار هم اللبنانيين في مكان اخر في تتبع اخبار السقوف والجدران خوفا من سقوطها كما حصل مع احد المواطنين الذي قدى بانقلاب حائط عليه اثناء مروره في محلة الملولة في طرابلس وكما قدت قبله تلميذة في احدى مدارس المدينة صار هم اللبنانيين تتبع احوال الطرقات المقطوع منها والسالك بفعل الاحتجاجات او الفيضانات وصار هم اللبنانيين تتبع اخبار الدولار الذي عاود ارتفاعه مسجلا رقما وسطيا بين 39 و 40 الف ليرة جارا وراءه المحروقات التي سجلت ارتفاعا في تسعيرة اليوم بارتفاع 34 الف ليرة بحيث صارت صفيحة البنزين ب777 الف ليرة وبارتفاع 22 الف ليرة للمزوت الذي صار سعر لعشرين لترا بحيث صارت صفحة البنزين